عضلتك مصنوعة من ألياف حركية هكذا تبدو الألياف الحركية تحت المجهر عبارة عن خيوط بروتينية تسمى الأكتين والمايوسين تتداخل هذه الخيوط مع بعضها البعض لكي تنقبض العضلة وتنزلق الخيوط عندما تنبسط العضلة تحت تأثير تفاعلات كيميائية متزامنة بالتقدير إلهي مبهر إجهاد العضلة بالحركة المتكررة أو الإفراط في الاستخدام أو الأوضاع السيئة يخل بعمل التفاعلات وتؤدي لتكون العقد العضلية وتسبب بؤر من الألم المركز تشعر بها فقط عند لمس مكان التشنج وقد تكتشف كتل أو عقيدات صغيرة موجودة في عمق العضلات حتى لو لم تضغط عليها بقوة إذا لم تعالج هذه العقد العضلية وبسرعة فسوف تصبح دائمة لذلك بهذه الحلقة سأشرح كيف تتكون العقد العضلية في الأكتاف والرقبة والعلاج بالتمارين التصحيحية المصممة بعناية قبل أن أضغط على زر الاشتراك يا عزيزي اشتراكك مهم لأنه الدافع الأكبر لنصنع المزيد من المحتوى أنا الدكتور فارس عرب وحلقة جديدة من سكون ميد تابع معي حب أشكر كونز الميد على رعاية هذه الحلقة كونز الميد هي أكبر منصة للخدمات الطبية في أوروبا والشرق الأوسط كونز الميد بتوفر خدمات الاستشارة الطبية عن بعد مع أفضل الاستشاريين من دول مثل ألمانيا وسويسرا وبريطانيا وغيرها الكثير لو عندك مشكلة طبية وما عرف توصل لتشخيص كونز الميد بتوصلك بأفضل أطباء العالم وبتوفر عليك السفر وفي حال احتجت تسافر فالشركة نفسها بتوفر لك الإجراءات والجوازات والمترجم في الخارج وفوق كل هذا بتوفر توصيل الأدوية الأجنبية لباب بيتك حمل تطبيق كونز الميد الرابط بوصف الفيديو والآن لنرجع لموضوعنا في الجزء العلوي من الظهر أو الأكتاف والرقبة تتموضع العضلة شبه المنحرفة أو تربيزيس مصل هذه العضلة هي أكثر عضلات الجسم عرضة للإصابة بالعقد العضلية لأنها أكثر الأماكن شيوعا لتشنج العضلات والسبب الشائع هو استخدام الأكتاف بوضعية الإنحناء للأمام لفترات طويلة من الزمن أثناء استخدام الهاتف والجلوس على المكتب للعمل أو على الأرض للأكل أو اللعب إلى آخره من الوضعيات المسيئة للمفاصل ما هي العقد العضلية؟ هي مناطق تهيج تتكون عندما تفشل خيوط ألياف العضلات البروتينية بالاسترخاء فتتشابك بعض الألياف وتمنع أجزاء من العضلة من الإنبساط وتشكل نوع من التشنج الموضعي وتبدو كالنتوءات وتعرف باسم trigger points أو نقاط الزنات بالعربي أو الأبهر أو الوثاب أو ألم لوحي الأكتاف حسب اختلاف اللهجات العامية وتسبب الكثير من الألم مع أقل حركة بسبب احتكاك المنطقة المتهيجة وقد تضعف من العضلات المصابة يتفنن مقدمون الرعاية الصحية بعلاج هذه العقد فمنهم من يستخدم المساج والتدليك أو الوخز بالإبر الجافة ومنهم من ينصح باستخدام استوانت المساج أو تجربة مسدس التدليك أو استخدام الثلج والحرارة ومنهم من قد يصف أدوية مرخيات العضلات خاصة إذا كان الألم شديد أو استمر لفترة طويلة لا بأس من تجربة هذه الطرق لتخفيف الألم معقتاً ولكن العلاج النهائي هو التمارين الرياضية سواء لفك العقد أو لتقوية العضلات والحفاظ على قامة الجسم الصحيحة ومنع الإصابة بالعقد من الأساس حاشرح الآن بروتوكول تمارين عضلة هذه العضلة مقسمة لثلاثة أجزاء حاشرح تمارين المساج ثم الإطالة ثم التقوية لكل جزء مارسها جميعاً حتى لو كنت تشتكي من ألم في أحد أجزاء العضلة فقط لكي لا تعرض الأجزاء الأخرى للإصابة سنبدأ بمساج العضلة لمساج الجزء العلوي من ترابيزيوس اتبع الطريقة التالية اجلس ولف ذراع الجانب المؤلم خلف الظهر ادخلها بقدر ما تستطيع بهذا الشكل الآن إحن الرأس للجانب المعاكس قد تشعر بشد على مسار العضلة أخيراً باستخدام اليد الأخرى ابحث عن العقد أو البؤر التي تؤلمك على طول جانب الرقبة وأعلى الأكتاف بهذه الطريقة ثم قم بمساج العقدة أو العقد واحدة الأخرى بحركة دائرية بهذه الطريقة ستشعر براحة مغرية جداً أثناء أداء المساج أما لمساج أجزاء عضلة ترابيزيوس التي يصعب الوصول إليها ضع كرة تنس متينة في جراب واسدلها خلف الكتف المؤلم بهذا الشكل الآن استند على الجدار بالضغط على الكرة وتحرك ببطء وبحث عن العقد المؤلمة بهذه الطريقة ثم قم بمساج المنطقة أو المناطق بحركة دائرية بهذا الشكل استمر بعمل المساج لمدة خمسة دقائق مرتين في اليوم على الأقل ثم انتقل لمساج الطرف الآخر في حال الحاجة لذلك ثم أخبرني بتجربتك في التعليقات بعد الانتهاء من المساج سنقوم بتمارين الإطالة التمرين الأول تمرين إطالة الجزء العلوي من عضلة ترابيزيوس أجلس ولف دراع الجانب المؤلم خلف الظهر أدخلها بقدر ما تستطيع بهذا الشكل الآن إحن الرأس للجانب المعاكس ثم دور الرأس للأعلى قليلا أخيرا أمسك الرأس بيدك الأخرى واجذبه لناحية الكتف بهذه الطريقة ستشعر بشد يمتد من خلف الرقبة إلى الكتف استمر بالإطالة 3 إلى 5 دقائق مرة في اليوم على الأقل ثم أخبرني بتجربتك في التعليقات التمرين الثاني تمرين إطالة الجزء المتوسط من عضلة ترابيزيوس أمسك إحدى رقبتيك بكلا يديك بهذا الشكل الآن باستخدام الركبة اسحب الأكتاف وانحني قليلا للأمام بهذه الطريقة ستشعر بشد جيد خلف الظهر بين لوحي الأكتاف استمر بالإطالة 3 إلى 5 دقائق مرة في اليوم على الأقل وأخبرني بتجربتك في التعليقات التمرين الثالث تمرين إطالة الجزء السفلي من عضلة ترابيزيوس مرر ذراع الجزء المصاب للطرف الآخر من جسمك مع دوران الجذع بهذا الشكل أخيرا أمسكها بذراعك الأخرى وأسحبها للخلف بهذه الطريقة حتى تشعر بشد جيد في تحت الأكتاف ومنتصف الظهر استمر بالإطالة 3 إلى 5 دقائق مرة في اليوم على الأقل وأخبرني بتجربتك في التعليقات بعد الانتهاء من الإطالة سنقوم بتمارين التقوية التمرين الأول تمرين مضخة الذراعين بتقوية الجزء العلوي من عضلة ترابيزيوس قف مقابل الجدار وارفع الذراعين للأعلى بهذا الشكل الآن وباستخدام الأكتاف فقط ارفع ذراعيك ببطء واستقامه لأعلى نقطة تستطيع الوصول إليها بهذه الطريقة ستشعر مباشرة بشد جيد في أعلى الأكتاف والرقبة كرر الحركة 30 مرة مع فاصل دقيقة راحة بين كل 10 عدات ثم اخبرني بتجربتك في التعليقات التمرين الثاني تمرين مضخة الأكتاف بتقوية الأجزاء الأخرى من عضلة ترابيزيوس استلقي على بطنك ثم ارفع رأسك للأعلى وانظر للأرض بهذه الطريقة الآن افرد ذراعيك إلى الجانبين لتصنع زاوية قائمة أو حرف T الإبهام متجه للأعلى بهذا الشكل أخيرا ارفع ذراعيك ببطء واستقامه للأعلى ثم للأسفل بهذه الطريقة ستشعر مباشرة بشد جيد بين الأكتاف وأعلى الظهر كرر الحركة ثلاثين مرة مع فاصل دقيقة راحة بين كل عشرة عدات ثم أخبرني بتجربتك في التعليقات وهذا كل شيء ممارست هذه التمرين يوميا كفيل بعلاج أي عقد أعضلية في الأكتاف والرقبة مدى الحياة لا تنسى ان تخبرنا بتجربتك في التعليقات وانتدعو لي بالخير وسأراك في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى وفي الختام لا تنسى تشاركنا تجربتك مع نصائح وتمارين القناة في التعليقات أنا الدكتور فارس عرب واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه أتمنى أنك استفد من متابعة قناة سكون ميد هذه القناة غير ممولة من أي جهة لذلك تقدم لك الحقائق كاملة والتجارب العملية بدون أي انحياز القناة بحاجة لدعمك فهذا العمل مكلف جدا أدعوك بالانتساب الشهري بالقناة أو التبرع من خلال زر الشكر دعمك المادي للقناة ولو بالقليل مأجور لأنك تساهم باستمرار صناعة المحتوى الهادف وشكل مجاني للجميع وأسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية ترجمة نانسي قنقر